كيكا عائلية اقتصادية كلها شكلات غير بجوش ديال البيضات كجي من اروع ما يكون بسم الله على بركة الله اول حاجة خديت المول من الاخضاء لكون كبير هالقياس ديالهم مكتوب دهنت غير القاعدة فقط بالزبدة ورشيتها بشوية ديال تحين ونخليه جانبا او ندخل لتلاجة عندي جوش ديال البيضات من الحجم الكبير رشة من الملح كيس سكر فانيلا كاس ديال سكر كاس ديال زيت كاس ديال الحجم هاي المكونات الاولى كنديرها في الخلاط الكهربائي او كنخدمها بالطراب الكهربائي ليكم كامل اختيار انا كنخدم دائما بالخلاط كنوضع العناصر كاملة من الافضل يكون البيض والحليب بدرجة حرارة المطبخ وضعت العناصر كاملة الملحة الفاني البيض الزيت والحليب ونخفقهم مزيان جانبا عندي نسكاس ديال القهوة هادي مقطرة مع ملعقتين من بودرة الكاكاوس هاي الماركة ماشي ضروري تديرو هاي الماركة ديرو غير الصاشيات او ديال العبار بعد ما خفقت المكونات الاولى كنضيف نسكاس ديال القهوة مع ملعقتين من الكاكا وكنخفق كل شي مزيان بالنسبة القهوة ممكن ديرو غير قهوة سريعة ذوبة وتكبع لها نسكاس ديال الماركة طيب وخلي واحدة تزبرد فرغت الخليط فقنا وضفت الكاس الليول ديال الطحين اللي كيكون مغربل بعد نحتاج لثلاثة الكيسان ضفت الكاس الليول كنخلط العناصر كاملة كنضيف الكاس الثاني ودائما طبيعة الحال الطحين را كيكون مغربل سابقا كنخلط مزيان ما سبقاش لنا الكوارس ديال الطحين كنضيف الكاس الثالث مع جوج ديال الخمارات المجموع ديال هم 14 جرام كل كيس واحد في 7 جرام في المرحلة الاخيرة كنضيف ملعقة كبيرة من الخل اللي كعطيها شاشة الكيك وكنخلط مزيان هذا هو القوام المحصل عليه كما كتلاحظوه خالات معروف ديال الكيك مخصوش يكون خفيف بزاف مخصوش يكون تقيل كنفرغها في المول وكندخلها الفراء اللي يكون متوسط درجة الحرارة النار من اسفل فقط رمك تاخدش الوقت بزاف تقريبا في حدود 30 دقيقة حتى الخمسة وثلاثين نار من اسفل فقط غادي نوجد صلصة اللي فيها كاس ونصف ديال الحليب ملعقة صغيرة من نشا اللي هي ميزينة ممكن تعودها بالطحين ابيض فورس ثلاث ملعق كبيرة من سكر سنيدة هاد المداق او هاد الحلوة كتجيهية هديك ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو استعملت نفس الماركة اللي درت في الخليط ديال الكيك ممكن تديرو غير ديال الصاشيات كيما كتليكم ممكن تديرو ديال العبار هادا استعملتو وعجبني وبغيت شارك معكم الماركة ديالو ماشي اشهار نهائيا نخلط مزيان ديال فوق النار حتى تغلى مزيان ونحيدة من فوق النار الكاك ديالي بعد ما طابك كما كتلاحظو كي يجي خفيف هو شيشور طب السيف الصلصة بعد ما غلعت لي اجوش ديال المرات مع التحرك المتواصل نضيف لي 100 جرام ديال الشوكولاتة استعملت اقبال نوعية جيدة ممكن تديرو اي ماركة عندكم 100 جرام ونخلط مزيان محدد السلصة تقونا هادك الشوكولاتة غدوب في حالة ما دابش لكم مش عاليو لها شوية غير نرمهي لحتى يدوب وحيدون فوق النار كنت قبل كيك باي اداة تكون هكا شوية تقب ديالها شوية ماشي كبير بزاف يعني متوسط خديت غير هادك ديال العسل تقبت هكا الكيك راكي يجي رائع جدا الكيك الصلصة بعد ما دابلي يفعل شوكولاتة اضفت لها ملعقة صغيرة من الزبدة نوعية جيدة ديال العبار وكن خلط كل شي مزيان كنفرغها فوق الكيك ما الافضل حتى نملأ هادوك التقب اللي درت كتجي واحد الكيك اللي مشربة بزاف رائع جدا وهاد الصلصة كتجي ممتازة لاحدو كنسقيها وفي نفس صغيرة غا تشرب هالكيك وكنتعطينا واحد طبقة اللي من بعد كنزينوه كما بغينا كنفرغ الصلصة ضروري الكيك تكون باردة والصلصة تكون سخونة او العكس ماشي تديرو هم جوج يكونوا سخان الا كنفرغ كنخلط مزيان بلية شوية ديال شوكولاتة بقات بجانب ديال كاس رونا كنخلط مزيان ونفرغها كاملة ونخلي حتى تبرد تماما حتى تشرب هالكيك خديت نفس الماركة اللي درس ديال شوكولاتة اقبل وغادي نجره بهاد الموس ديال الخضره ممكن نزينو كما بغيتو رقائق لوزو لا داك شي اللي بغيتو نخليها كتبرد في تلاجة حتى ربع ساعة حتى خمسة وعشرين دقيقة من بعد ما بردات كنقطعها كاتجي رائع جدا شيشة وارطباب الساف كاتجي عالية اه من فوخة كيكا اللي عائلية العطلة هادي اه وجدوها الاسرة ديالكم وضيافكم كاتجي من اروع ما يكون لاحظوا راها كاتجي شوفوا طبقة عالية ودك السلسة كتدخل الداخل انا صيما ما غاديش نقدر انني نضوقها ولكن راني كليتها وقصدها الفطور كاتجي ممتازة لديدة بزاف شيشة من اروع ما يكون كيكا اقتصادية وعائلية في نفس الوقت كلها شكولات كتستحق تجريبة لاحظوا كاتجي خفيفة بزاف جربوها مسحة وراحة كانت معكم رايحانة كمال وانطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله خليت لكم راحة في امان الله